اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من دورة تعليم برنامج ورد الاحترافية في هذه المحاضرة راح نتناول مجموعة فقرة طبعا هذه المجموعة من المجموعات المهمة والهامة جدا لكل متعلم ولكل عامل على برنامج مايكروسوفت اوفيس وورد طبعا ان شاء الله اليوم راح نشرح اغلب هذه الامور ورح نمر عليها ان شاء الله باحترافية ونشرحها بالتفصيل باذنه تعالى اول موضوع راح نشرحها هو الخيار التعداد النقطي والتعداد الرقمي طبعا بالنسبة للتعداد النقطي هذا هو الخيار وبالنسبة للتعداد الرقمي هذا هو الخيار الخاص بالتعداد الرقمي طبعا ناخذ مثال انا مثلا راح اجي اكتب محافظات اعدد محافظات العراق مثلا اقول بغداد وكربلاء مثلا وبابل مثلا البصرة كمثال اريد انشئ ترقيم اولا بغداد ثانيا كربلاء ثالثا بابل رابعا البصرة احدد هذه الكلمات او النص اللي اريد انشئ لهن ترقيم واختار هذه القائمة وعندي اشكال للترقيم يعني هذا الجزء راح يضيف لي رقم ونقطة هذا رقم مقوس الف باتا a b c d capital a b c d small a b c i double i three double i وهكذا مثلا هذا النوع هنا صار عدي عملية ترقيم طبعا هاي العملية هي عملية ترقيم ذاتية يعني لما انزل انتر اضغط على مبتاح انتر اكتب مثلا النجف انتر اكتب مثلا ذيقار وهكذا ميسان كل ما اني اضغط انتر البرنامج رح يسوي لي ترقيم تلقائي للنص الجديد طبعا هذا فيما يخص القائمة فيما يخص الترقيم القائمة الرقمية طبعا هذا فيما يخص القائمة الرقمية فيما يخص القائمة النقاطية او التعداد النقاطي نفس الترتيب نجي نضغط على احد هذه الاشكال مثلا هذه النقطة هنا صارت عندنا قائمة ذو تعداد نقاط تمام نجي الى الامور الاحترافية بالتعداد الرقمي شنو هي يعني انا مثلا عندي هذه القائمة احدد هذه القائمة وعندي هذين الاختيارات اللي هنم موجودات هنا طبعا انتو جزمين رح تلقون هذين الاختيارات كلنا رح تلقون جزء من عدهن زيان عدي هنا خيار اللي هو تحديد تعداد نقاطي جديد طبعا عدي صورة وعدي رمز اقدر عدي هذه رموز اقدر استخدمها مثلا هذا رمز الكوبيرايت اقدر استخدمه وموافق تغير الى الكوبيرايت او مثلا اقدر اضيف رمز اخر مثلا هذا اللي هو القلب وموافق صار عدي هذا التعداد الرقمي بنفس الوقت اقدر اضيف تعداد نقاطي بصورة يعني شنو يعني هنا لما تطلع لي هاي النافذة طبعا هاي النافذة تطلع لي لما اختار على تعداد نقاطي جديد واختار صورة عندي هذه صور موجودة بالحاسب ومخزنة يعني بالبرنامج اقدر اضيف صورة من الخيار هنا استيراد اقدر مثلا على سطح المكتب عندي هذه الصورة مثلا هذه الزخرفة واجي اختارها وبعدين على موافق وبعدين على موافق طبعا صارت عدي هذه الزخرفة اقدر اكبر حجمها ممكن اني انطي حجم النص 16 صار عدي هذا الشكل الجميل كل ما اضغط انتر طبعا اقدر اضيف الصور ملونة تبطيني رونق جميل مثلا هذه الصورة اقدر احفظها مثلا save us واحفظها على الديسك توب وطبعا بنفس الوقت اقدر اختار زخارف اقدر اضيف صورتي اقدر اضيف هاي مجموعة الزخارف اللي انا اريدها بس اكتب بالجوجل زخارف او مثلا زخارف ملونة راح تطلع لي المئات من الزخارف بس انا راح استخدم هنا هاي الزخارف الملونة اروح على تعداد نقطي تعداد نقطي جديد صورة استيراد واني مثلا حفظت صورة بسطح المكتب وبعدين احددها اختارها بعدين موافق بعدين موافق انضافت لي هاي الصورة وبرونق جميل اه مثل ما تلاحظون طبعا اه مثلا صورة اخرى انضافتها اه سابقا اللي هي هاي طبعا اقدر انا احددها وانطيها مثلا حجم 19 او 20 مثل ما تلاحظون الشكل جميل جدا ورونقه يعني ينطفد لمسه فيما يخص التعداد النقطي بعد شو نعدنا امور احترافية بل تعداد النقطي انا عندي مثلا اهنانا تعداد نقطي اقول مثلا بهاء عبدالستار جبار وعندي اسم ثاني مثلا سجاد كامل محمد طبعا اقدر محمد انزل بيها بسطر جديد اريد انه بهاء وعبدالستار وجبار بتعداد نقط شكل وسجاد كامل محمد بتعداد نقط شكل اخر اش اسوي احدد بها عبدالستار جبار واختار تعداد نقطي مثلا هذا الشكل بعدين اجي اختار سجاد كامل محمد واختار التعداد النقطي اللي انا اريده تمام هذا فيما يخص التعداد النقطي بعد في حال انه هاي الاسماء او الاسطر كلها محددة بنفس التعداد النقطي انا اريد بعد ما انه انا محددهم اريد افصل هاي الثلاثة شكل والاسطر الثلاثة اللي بالاعلى شكل اخر شلون طبعا اول مرة اجي احدد هنا انا اضغط كليك ايمن على بداية التنسيق الجديد واختار قائمة مستقلة نختار قائمة شنو مستقلة بعد ما انا فصلتهم اقدر امطيهم تعداد نقطي اخر هسا ممكن واحد يسأل يقول انت ليش فصلتهم اخو نقدر قبل لا نفصلهم نقدر قبل الروح نمطي تعداد نقطي اخر اه اه اجي امطي تعداد نقطي اخر اش صار عندي صار عندي القائمة كلها القائمة كلها تغيرت افوا القائمة كل القائمة اتغيرت يعني مثلا اذا اجي اتغيرت هنا على هذا الشكل كل القائمة زيان انا ما اريد تغيروا كل القائمة اريد من انا من سجاد كامل محمد باش اسوي لازم اضغط على بداية الفصل يعني بداية الجزء اللي اريد افصله وبعدها اضغط كليك ايمن واختار قائمة مستقلة هنا ما صارت عندنا هاي القائمة شكل وهاي القائمة مستقلة عن بعض فاقدر انه هذه القائمة امطيها التنسيق اللي اريده مثلا راح امطيها هذا التنسيق واقدر القائمة اللي بلا على اتحكم بها كما اريد هذه فيما يخص القائمة المنقطة طبعا ما بها يعني التفاصيل ولكن تبقى فقرة فيما يخص انه اذا استخدمنا قائمة مثلا اقول علي محمد علي استخدمنا قائمة لا تحتوي على صورة قائمة منقطة عادية مثل هذه القائمة والمنقطة واجيت اريد الون الاسماء باللون الاحمر مثل ما تلاحظون اجيت اريد الونها باللون الاحمر نشوف انه هاي النقاط راح تتلون باللون الاحمر مع الكتابة مع النص طبعا هي متزاوجة وممزوجة مع النص يعني مو بس انه اقدر اكبر الحجم راح يتكبر الحجم وياها مثلا امطيها توسيط راح يرحن توسيط وياها فبتش حالة شو ناسوي انا اريد انسق النقاط واحد واريد انسق يعني التنقيط واحد والقائمة واحد اخر اش اسوي اروح على هذا الخيار واجي على تعداد رقم جديد واختار الخط مجموعة الخط اقدر اختار اللون مثلا اللون هنا نقول مثلا اخضر وموافق وموافق صار عندنا صار عندنا انه القائمة تلونت باللون الاخضر اللي هي التنقيط عفوا اسلما اجي الون علي بلون اسود ما راح تتلون اجي مثلا الون الكتابة كلها بلون اسود الاحظ انه النقاط ما راح تتأثر بالقائمة هذا فيما يخص التنسيقات وطبعا نفس الشي اقدر يعني اتعامل والخط بشكل كامل يعني اقدر اختار نوع الخط والنمط عادي ما الغامق مثلا الحجم اللون لون التسطير وهكذا اقدر اتعامل ويهي القائمة او التنقيط بالتفصيل الموبل هذا فيما يخص التنقيط فيما يخص الترقيم اريد احول هاي القائمة من منقطة الى مرقمة اشلون طبعا نروح على هذا الخيار اللي هو اللي بجانب القائمة المنقطة واختار مثلا هذا الخيار هذا الخيار وصالت عدي القائمة منقطة واخذت نفس التنسيق اللي قبل شوية انا نسقت بيها اريد اغير التنسيق ان شاء الله فيما بعد راح نشرح لشوية نغير التنسيق بالنسبة لخيارات القائمة انا اريد هذا علي محمد علي يكون بترقيم واحد ومثلا جاسم علي باسم اريد من جاسم الى باسم الاسماء يكون مستقلات عن الاسماء علي محمد علي شلون نفس الترتيب اضغط كلك ايمن على بداية الفصل اللي اريد افصل الجزء واختار اعادة البدء عنده واحد اعادة البدئ عنده واحد شنو يعني يعني هذه القائمة راح تبدي من واحد وهذه القائمة راح تكون جديدة تبدي من واحد زيان هسه ممكن واحد يسأل يقول انا ما اريدها تبدي من واحد اريدها تبدي لي من خمسة اقدر اسوي تبدأ من خمسة نعم اقدر اضغط Click Amen على القائمة Click Amen واختار تعيين القيمة الرقمية تعيين القيمة الرقمية يعني اقدر اعين القيمة اللي اريد تبدأ القائمة مثلا اقول خمسة موافقة لاحظنا ان هاي القائمة بدأت من خمسة اقدر هاي القائمة اخليها تبدأ من سبعة طبعا اضغط Click Amen ليس عن نص هما اقدر عن نص ولكن الافضل انه ايمن على الترقيم وتعيين القيمة الرقمية ونختار مثلا احنا قدنا سبعة نقدر طبعا نكتب كتابة ونقدر من خلال هذا السلايدر اهماتين يصير زيان انا هسا سويت هذه القائمة اللي هي بديتها من خمسة هذه القائمة بديتها من خمسة اريدها ترجع تكمل وهي القائمة السابقة شلون اعالج هاي المشكلة طبعا اقدر كليك ايمن اضغط واختار متابعة الترقيم اضغط كليك ايمن واختار متابعة الترقيم الاحظ انه القائمة راح تصير تسعة عشر اهدعش اثناش نرجع هذه القائمة كليك ايمن نرجعها مثلا نقول تعيين القيمة الرقمية ونخلي رقم واحد موافق اه صارت عندنا هاي قائمة وحده زين اقدر اتحكم بلون الرقم وتنسيقه نعم نقدر شلون من خلال اه هذا الخيار ونجي الى تنسيق رقمي جديد تنسيق رقمي جديد عندي هذا الخيار اللي هو الخط وبنفس الترتيب اقدر اغير اللون واقدر اضطيها مثلا اه بولد غامق مثلا اه موافق موافق مثل ما تلاحظون صار عدي انه لون الترقيم مستقل عن اللون النص واقدر اتعاملوا بشكل افتراضي واقدر طبعا النص الونه باللون اللي اريده مثلا راح الونه ازرق والاحظ انه هذا اللون ما راح يتأثر بلون الترقيم هذا فيما يخص القائمة الرقمية والقائمة النقطية طبعا فيما يخص القائمة الرقمية اكو بعض الامور الاحترافية ان شاء الله راح نشرحها فيها المحاضرات القادمة ونركز عليها بعد ما نفتهم شن الفرق بين الفقرة والسطر يعني حاليا ما اقدر اشرحها لمن انه الاخوة والاخوات كلهم يفتهمون شن هي الفقرة وشن هو السطر وبالتالي راح اشرح بعض الامور الاحترافية ارجع الى القائمة او الترقيم واشرح الامور الاحترافية الخاصة بهم فيما يخص المحاضرات هذا الخيار اللي هو المحاضرات طبعا اريد الغي القائمة النقطية يا اما اضغط باقي سبيس يا اما اروح على هذا الخيار واقلة بلا اختار بلا بيعني معناتها بلا قائمة طبعا اقدر انقط او ارقم بشكل اوتوماتيك من الكيبورد نعم من الكيبورد نكتب واحد وشارحة وسبيس اوتوماتيكيا راح تصير عدي قائمة رقمية جاي مثلا نقول بسم الله بسم الله اريد اكبر حجمها رح نجي الى الجزء الخاص بالمحاذات مثلا هذا الجزء الخاص هو يقوم بمحاذات النص الى اليمين مثل ما تلاحظون هذا النص هو محاذات الى اليمين اقدر اختار محاذات الى اليسار هذا الخيار راح يسوي لي محاذات الى اليسار وهذا الجزء راح يسوي لي محاذات الى الوسط هذا فيما يخص المحاذات فيما يخص هذا الجزء هذا الجزء اسمه الكشائد الكشائد او كشيدة شنه هي الكشيدة الكشيدة معناها طبعا هي كلمة غير عربية تعني مدة هي كلمة اجنبية اجنبية يعني بغير لغة اللغة العربية تعني مدة شنه يعني مدة انا مثلا عندي كتاب واريد اطول المسافة بين حرف التاء وحرف الالف اضيف المدة اللي هي اضغط على المفتاح shift وحرف تاء بالعربي ابقى ضغط على shift وقطع على التاء راح يضيف لي هاي المدة هاي المدة فيه اسمها كشيدة هاي المدة اللي هي شنه اسمها كشيدة زيان شنه اقدر استخدم هاي الكشيدة انا عندي مثلا نص راح اضيف هذا النص الافتراضي اللي اتفقنا عليه اللي هو يساوي راند افتح قوس اسد القوس انتر ضاف لي هذا النص الاحظ انه هذا النص من اليمين مضبوط ومتساوي الاسطر متساوية متساوية النهايات ولكن من اليسار غير متساوي هذا الشي طبعا غير جميل ويفضل عن اضبط من اليسار بحيث يكون متساوي الاطراف طبعا هذه عاملة الضبط التم عن طريق اضافة الكشيدة اضافة مدة يعني شلون يعني انا اجي مثلا هنا على حرف الكاف اضغط شفت وتاء اجي هنا مثلا على المستند الحالي شفت وتاء مثل ما تلاحظون طبعا مثل ما تلاحظون انه هذا النص انضبط اقدر مثلا هذا الخيار اللي هو حرية مثل ما تلاحظون انه هذا تقريبا انضبط زين هل انا اجي اقدر يعني كلمة كلمة اجي اضيف لها كشيدة لا طبعا اقدر احدد النص اللي اريده واختار هذا الخيار اللي هو الخاص بالكشائد طبعا عدي ضبط عدي كشيدة صغيرة عدي كشيدة متوسطة عدي كشيدة كبيرة راح نشرح ان شاء الله كل واحدة من هذه الانواع طبعا الكشيدة الكبيرة خلننبدي بالكبيرة الكشيدة الكبيرة شنو راح تسوي راح تضبط لي النص من اليسار ومن اليمين باضافة الكشيدة ولكن الكشيدة المضافة تكون كبيرة الكشيدة المضافة تكون شنو كبيرة زين هذه فيما يخص الكشيدة الكبيرة فيما يخص الكشيدة الصغيرة رح تضبط لي النص من اليمين ومن اليسار أو من اليسار ومن اليمين على شكل النص مضبوط وباستخدام الكشيدة الصغيرة مثل ما نلاحظ أن الكشيدة صغيرة أسأل ممكن واحد يقول هاي الكشيدة كبيرة لا هذه أنا ضفتها بشكل يدوي فلذلك كانت كبيرة سؤال آخر ممكن أن هذا الجزء هو ما نضبط حالة حال بقية الأسطر هو طبعا هذا الجزء وهذا الجزء هنا نهاية الفقرة لا تنضبط مع الكشيدة نهاية الفقرة لا تنضبط مع الكشيدة زيان شلون أعالجها إن شاء الله سنشرحها ونوصل لها ونعرف شلون نعالج هاي الأمر باعتبار أنه هذه نهاية فقرة فذلك ما ضبطها وهي الأسطر الأعلى من عندها هذا فيما يخص الكشيدة الصغيرة فيما يخص الكشيدة المتوسطة طبعا رح يضبطنن النص بإضافة كشيدة متوسطة لا هي كبيرة ولا هي صغيرة بس ممكن واحد يسأل Maui زيانع كشيدة صغيرة أو كشيدة متوسطة وكشيدة كبيرة بما أنهن 3 يضبطنن النص من اليسار ومن اليمين و3 ضيفة كشيدة شل الفرق BJU؟ يخص الكشيدة الصغيرة أو ستخذ الكشيدة الكبيرة شين الفائدة انه مخلينا ثلاث خيارات الفائدة هو اذا عندي حجم نص صغير يعني حجم نص صغير استخدم الكشيدة الكبيرة لتكبير النص يعني مثل ما تلاحظون هنا مثلا اجي ازغر النص مثل ما تلاحظون عندي فراغ بهذه الورقة فاش اسوي اضيف كشيدة كبيرة رح يكبر لي النص شوية اما الكشيدة الصغيرة تصغر لي النص يعني شنو يعني اذا عندي نص كبير استخدم الكشيدة صغيرة واذا عندي نص صغير يعني نكتبهن هنا نكتبهن اذا كان النص كبير نستخدم نستخدم الكشيدة الصغيرة مثلا هذا السطر نكبره ونقدر ناخذ من عندك كوبي واذا كان النص متوسط النص متوسط نستخدم الكشيدة المتوسطة واذا كان النص صغير نستخدم الكشيدة الكبيرة يعني العملية عكسية استخدم الكشيدة الصغيرة بالنص الكبير لتقليل حجم النص استخدم الكشيدة الكبيرة في النص الصغير لتكبير حجم النص اما في النص المتوسط استخدم كشيدة متوسطة يبقى هذا الخيار اللي هو ضبط شنو هو هذا الخيار طبعا هذا الخيار يقوم البرنامج بضبط النص بصورة عشوائية بغض النظر عن حجمه كبير او صغير وهو يختار نسبة معينة من الكشائد ويخليننا ياها بالفقرات يفضل انه استخدامنا يكون يأما كشيدة صغيرة يأما كشيدة متوسطة يأما كشيدة كبيرة وحسب النص مثل ما قلنا في هذه القاعدة هذا فيما يخص الكشائد أعيد النص مالتي اللي أنا ضفتها قبل شوية يساوي راند حتى الناس تحفظه أفتح قوس أسدق قوس انتر نضاف لي هذا النص طبعا أزغر العرض أقدر هذا النص أزغر حجمه من خلال مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة أعدي هذا الخيار طبعا هذا الخيار هو من الخيارات المهمة جدا من الخيارات المهمة جدا اللي هو تباعد الأسطر تباعد الأسطر يعني المسافة بين سطر وسطر المسافة بين سطر وسطر مثل ما تلاحظون عندنا هنانا واحد هنانا واحد وربع واحد ونص اثنين اثنين ونص ثلاثة تمام جدا عدنا اضافة مسافة قبل الفقرة اضافة مسافة قبل الفقرة شون يعني اضافة مسافة قبل الفقرة قبل بداية كل فقرة هذه قبل بداية كل فقرة يضيف لي مسافة مثل ما تلاحظون أنه هنا نظاف المسافة وهنا نظاف المسافة وهنا نظاف المسافة حتى تتميز هاي الفقرة عن هاي الفقرة عن هذه الفقرة الأخرى طبعا هنا عدنا النص هذا النص مثل ما تلاحظون هذا النص يعني متلاصق فقرة مع فقرة وطبعا هذا فنياً مو صحيح لازم أنه كل فقرة تكون بعيدة عن الفقرة الأخرى حتى تتميز فبيتش حالة شنو أسوي أحدد الفقرات ونروح على هذا الخيار اللي هو تباعد الأسطر ونقدر نقول إضافة مسافة قبل الفقرة طبعا إضافة مسافة قبل الفقرة مثل ما تلاحظون قبل كل فقرة أضاف لي مسافة أسه ممكن واحد ريدي تأكد شنو شون كان الناس طبعا أضغط كونترول وزت حتى يتراجع لي شوفوا الناس شون كان الفقرات متلاسقة وكونترول واي اللي هو أندو يتقدم لخطوة إلى الأمام مثل ما تلاحظون ضاف لي هاي المسافة اللي هي بين فقرة وفقرة حتى تتميز كل فقرة عن الأخرى شنو هي الفقرة شنو هو السطر إن شاء الله رح نشرحهم بالتفصيل الممل طبعا نقدر نحذف المسافة اللي يضفناها من خلال إزالة المسافة قبل الفقرة إزالة المسافة اللي قبل الفقرة اللي من أجهة إزالة ماكو ليش ماكو إزالين هو ما عندي مسافة ضايفة حتى أزيلها فأول مرة إضافة وإذا أريد أزيلها من خلال الإزالة طبعا نفس الترتيب أقدر أضيف المسافة قبل الفقرة وبعد الفقرة هذا فيما يخص إضافة المسافة قبل الفقرة فيما يخص خيارات تباعد الأسطر في حال أنه أنا أريد أضيف مسافة غير هاي المسافة اللي موجودة يعني هنا أنا مثلا موجود لحد ثلاثة نقدر أضيف أربعة نقدر نضيف أربعة من خيارات تباعد الأسطر ونجي طبعا هذه المحاذات والكشائد هاي كل هالأمور يعني إن شاء الله نشرحها ونوصل لها والتباعد شنه هو قبل وبعد وإن شاء الله كله نشرحها بالتفصيل ولكن نجي إذا هذه الفقرة اللي هو متعدد نختار متعدد بما أنه النص نص متعدد أكثر من سطر فنختار متعدد نجي إلى المقدار المقدار هنا أنا عندنا ثلاثة ممكن نختار أربعة أو ممكن نختار ستة موافق هنا أنا صار تعدي المسافة بين سطر و سطر ستة أسأل ممكن واحد يسأل يقول أن هاي المسافة يعني مو صحيحة نشاز أو غير صحيحة فنيا شنه الغاية من عدها الغاية إذا كان عدي حجم الخط كبير والمسافة صغيرة رح بالتالي سبب عدي مشاكل في تلاصق الأحرف وتلاصق الأسطر فيجب إن شاء الله رح نأخذها بالبوسترات يجب تباعد أو إبعاد الأسطر عن بعضها من خلال هذا الخيار اللي هو تباعد الأسطر زين أقدر أضيف أقل من واحد يعني إذا أجي هنا أنا ألاحظ أنه أقل شي عدي واحد أقدر أضيف أقل من واحد خيارات تباعد الأسطر وأجي على متعدد وأختار مثلا بالسلايدر أكتب مثلا ممكن أجي أكتب صفر بوينت سبعة صفر بوينت سبعة يعني شنو؟ يعني أقل من واحد تقريبا ثلاثة أربعة الواحد أجي على موافق ألاحظ أن الأسطر صارت متلاصقة أكتب من واحد يقول أنه منظره الموصحة نعم نحتاجه في حال إذا كان حجم النص صغير يفضل أنه ما تكون المسافات بعيدة وإذا كان حجم النص كبير يفضل أن تكون المسافات بعيدة هذا فيما يخص تباعد الأسطر فيما يخص الخيارات هذا الخيار اللي هو تاب زيادة أو زيادة المسافة وإنقاص المسافة أنا عندي مثلا نص أقول مثلا دورة الحاسوب ودورة البرمجة ومثلا دورة التنمية البشرية كمثال أقدر أنه البرمجة هي جزء من الحاسوب البرمجة هي جزء من الحاسوب باعتبار أنه برمجة المواقع أو البرمجة الإلكترونية هي جزء من دورات تعليم الحاسوب أو جزء من مجال الحاسوب فيفضل أنه أخليها تكون أزحفها مرحلة أو أزحفها مسافة إلى اليسار حتى تعني للقارئ أنه هذه هي جزء من المستوى الأعلى أو من النص بالأعلى طبعا شون أزحفها؟ يأما أضغط على المفتاح تاب بالكيبورد يأما أضغط على المفتاح تاب بالكيبورد أو طبعا المفتاح تاب يكون جو حرف الذال المفتاح تاب عادة يكون جو حرف الذال أو أختار هذا الخيار اللي هو زيادة المسافة يشتغل ينفس شغل تاب كأنما أنا دايس تاب وأقدر طبعا أنطي زيادة هذا الخيار اللي هو اللي على اليمين هذا يشتغل عكس يعني نقصان المسافة هنا زيادة المسافة هنا نقصان المسافة وبنفس الترتيب البرمجة ممكن أقول أنه برمجة مواقع أو برمجة مواقع نجي نقول أنه دورة الحاسوب هي جزء من دورة الحاسوب وبرمجة مواقع هي جزء من دورة البرمجة فيفضل أنه ننطهن تسلسل حتى يعرف القارئ أنه هذه جزء من هذه وهذه جزء من هذه نأخذ مثال نقول العراق بغداد المنصور مثلا أجي أحدد هذن الثلاثة ثلاث نصوص وأكبرهم شوية حتى يكونوا نوافحات ممكن أكبر الشاشة شوية هل أنه بغداد العراق جزء من بغداد؟ لا أكيد بغداد جزء من العراق فيفضل ما تكون بغداد نفس مستوى العراق لأنها جزء أزحفها مرتبة من خلال هذا الخيار هل أنه المنصور هي نفس مستوى بغداد؟ أكيد هي جزء من عدها فأزحفها مرحلتين لأنها زحفتها مرحلة واحدة راح تكون بمستوى بغداد وأجي أعرف أنه المنصور هي جزء من بغداد وبغداد جزء من العراق وهكذا هذا الخيارين يعمل عمل التاب هذا الخيار يعمل عمل التاب وهذا الخيار يعمل عمل الباكس بيس وإن شاء الله سنشرح الباقي سبيس والدليل وشين الفرق بعناته فيما يخص بالنسبة لإنقاص المسافة وزيادة المسافة عندنا هذا الخيار اللي هو من الخيارات المهمة جدا جدا وهو اتجاه الورقة اتجاه الورقة هذا الخيار المفاعل هو اتجاه من اليمين إلى اليسار مثل ما لاحظوا اتجاه السهم اتجاه إلى اليسار وهذا الخيار هو اتجاه الورقة من اليسار إلى اليمين مثل ما لاحظوا اتجاه سهم من اليسار إلى اليمين طبعا إذا أنا عندي كتابة انجليزية أستخدم الخيار هذا اللي هو من اليسار إلى اليمين وإذا عندي كتابة عربية أستخدم الخيار هذا اللي هو من اليمين إلى اليسار زيان شون الفرق؟ الفرق أنه أنا لو عدي هذا الخيار مستخدمه وعندي قائمة ألاحظ أنه الأرقام راح تكون على اليمين ليش؟ إحنا بلشنا من اليمين باعتبار انه هذي هو اتجاه ورقة من اليمين اذا اخترت هذا الخيار راح الاحظ انه الارقام راح تكون من اليسار هل هو صحيح انه اول مرة النص وبعدين الرقم اكيد لا خصوصا اذا كان عدي النص عربي اذا كان عدي النص انجليزي ماكو مشكلة ان الرقم قبل النص ولكن اذا انا عندي عربي مايصير لازم يكون احددهم بني كلهن واختارهم اتجاه من اليمين الى اليسار حتى بالترقيم وهو يأكو بعض امور راح اعاني منعدها اذا قاني مستخدم اتجاه ورقة خطأ فيما يخص الاتجاهات ان شاء الله سهلة وواضحة نجي الى هذا الخيار اللي هو الفرز الفرز طبعا نقدر نفرز ثلاثة اشياء اللي هي نقدر نفرزها النص والارقام والتاريخ التاريخ نقدر نفرز النص ونقدر نفرز الارقام ونقدر نفرز التاريخ طبعا النص نقدر نفرزه تصاعديا ونقدر نفرزه تنازليا زيان تصاعديا نمطيهن زيارة مرتبة حتى ذنى تابعات للنص شنو يعني تصاعديا يعني شنو افرز النص تصاعديا يعني يكون من الالف الى الياء يعني شنو يعني هسا ناخذ مثال ناخذ مثلا اقول بها علي احمد اريد افرز هاي الاسماء من الالف الى الياء احدد هاي الاسماء واروح على هذا الخيار اللي هو فرز مثل ما تلاحظون هنا طبعا البرنامج بشكل اوتوماتيك راح يحدد لي انه هذا هو نص هو مبرمج يحدد انه هذا نص هو يختار فقط انا اختار تصاعدي ام تنازلي هنا في هذه حالتنا احنا شنريد نريد نفرز النص تصاعديا يعني شنو تصاعديا يعني من الالف الى الياء يعني شنو يعني احمد بها علي نجي نتأكد نضغط على موافق فصار عدي احمد بها علي هذا فيما يخص تصاعديا فيما يخص تنازليا نفس الترتيب ولكن العملية معكوسة يفرز النص من الياء الى الالف يفرز النص من الياء الى الالف مثلا اقول علي ياسر مثلا كريم الالف ياسر كريم علي بشكل كلقائي طبعا نقدر هاي الامور اقدر احددها واضغط على تاب اقدر احددها واضغط على زيارة المسافة نفس الترتيب مثل ما هذا فيما يخص الفرز التصاعدي والتنازلي للنص زين الارقام الارقام نقدر نفرزها تصاعديا وبعد وتنازليا يعني شنو تصاعديا وتنازليا التصاعديا يعني التصاعديا يعني فرز الارقام فرز الارقام من الاصغر الى الاكبر يعني شنو يعني مثلا 8 1 او 2 مثلا 3 انا اريد هاي الارقام تنفرز من الاصغر الى الاكبر اللي هي طبعا 2 3 8 شلون اروح على علامة الفرز هذه علامة الفرز وهنا الاحظ البرنامج بشكل اوتوماتيكين رح يتعرف على النص اللي انا محددة النص اللي انا محددة شنو هو ارقام اوتوماتيكين رح يعرف وهو رقم انا فقط علي اختاري اما تصاعدي اما تنازلي شنو اريد في هذه الحالة انا شنو اريد اريد تصاعدي اختار تصاعدي واضغط على موافق رح يفرز لي اياه 2 3 8 فيما يخص التنازلي 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 اللي هو فرز الارقام من الاكبر الى الاصغر يعني شنو يعني اقول مثلا 1 2 3 انا اريد هنين فرزا من الاكبر الى الاصغر يعني 3 2 1 بالعكس شا اسوي في شحالة احدد هن واروح على فرز طبعا بما انه البرنامج بشكل اوتوماتيك رح يختار اللي هو الرقم فاني ما اغير هدن الخيارات بس مجرد اختاري اما تصاعدي اما تنازلي بهاي المرحلة انا شنو اريد اريد تنازلي فاختار تنازلي مثل ما تلاحظون 3 2 1 هنا مجرد عملية ترتيب او فرز حسب ما اريد اما تصاعدي اما تنازلي فيما يخص التاريخ التاريخ ايضا ب بتصاعدي تصاعديا وتنازليا طبعا هدف حرف اللواظ زيان تصاعديا شنو يعني وشنو يعني التنازليا راح شوية نزيد المسافة التصاعدي بالنسبة للتاريخ يعني فرز التاريخ من الاقدم الى الاحدث فرز التاريخ من الاقدم الى الاحدث مثال مثلا انا عندي واحد واحد 2017 وعندي واحد واحد 2010 وعندي واحد واحد 2001 مثلا هساني مبدئيا ايهما اقدم تاريخ فرز التاريخ من الاقدم الى الاحدث اكيد 2001 اقدم ومن ثم 2010 ومن ثم 2007 الشون اسوى هاي العملية بشكل تلقاي احدد التواريخ اللي اريد افرزهن بعدين نروح على عملية الفرز وطبعا اوتوماتيكين البرنامج راح يختار لتاريخ واختار تصاعدي التصاعدي يعني فرز التاريخ من الاقدم الى الاحدث يعني راح تكون اول مرة ببداية 2000 2010 2017 نجي على موافق مثل ما تلاحظون 2001 2010 2017 واقدر نفس الترتيب انطيهن زيادة المسافة بالنسبة لتنازليين شنو يعني تنازليين فرز التاريخ من الاحدث الى الاقدم يعني شنو فرز التاريخ من الاحدث الى الاقدم يعني مثلا انا عندي تاريخ خلي اقول 2000 او نكتب تاريخ متكامل مثلا 21 ثلاثة 2000 2010 22 خمسة 2015 مثلا مثلا 1 2017 زياد انا شنو اريد هنا اريد افرز التاريخ من احدث تاريخ الى اقدم تاريخ هسا لا اجي اباو على هذا التاريخ تواريخ منو احدث واحد بيهن اكيد السبعة وبعدين خمسطعش وبعدين عشرة زيان اريد افرز هنا من الاحدث الى الاقدم يعني هنا راح يكون سبعة 15 عشرة اش اسوي احددهن واروح الى الخيار فرز ومثل ما نلاحظ ان الخيار بشكل اوتوماتيك راح يختار تاريخ واختار تنازلي يعني من احدث تاريخ وينزل لي الى اقدم تاريخ مثل ما تلاحظون 2017 15 عشرة طبعا اقدر احددهن ونطيهن زيادة المسافة ومثل ما تلاحظون هذه عملية الفرز سهلة جدا نعيدها عدنا فرز النص وطبعا النصوص هي الكتابات التي تكون تتكون من الاحرف عدنا تصاعديا وعدنا تنازليا التصاعدي هو فرز النص من الالف الى الياء اما التنازلي فرز النص من الياء الى الالف بالنسبة للارقام طبعا هذه الجزء الثاني اللي نقدر نفرزه نقدر نطيه بولد ايضا بنوعين بفرز الارقام تصاعديا ومثل ما تلاحظون يعني معناها فرز الارقام من الاصغر الى الاكبر من اصغر رقم ويصعد لي الى الاكبر النوع الثاني هو فرز الارقام تنازليا يعني يفرز الارقام من اكبر رقم الى ادنى او اصغر رقم الخيار الثالث اللي هو فرز التواريخ وطبعا التواريخ نقدر نفرز التواريخ تصاعديا مثل ما تلاحظون يعني شنو تصاعديا يعني فرز التاريخ من اقدم تاريخ الى احدث تاريخ هنا انا 2001 ويصعد لي الى احدث تاريخ التنازليا يعني يفرز للتاريخ من احدث تاريخ وينزل لي الى ادنى او اقل تاريخ هذه فيما يخص الفرز طبعا ان شاء الله سهلة وبسيطة واتمنى ان تكونون فهمتوها واذا ما فهمتوها بامكانكم ان تعيدون الجزء الخاص بالفرز مرة ثانية وراح تشوفوها جدا 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 بسيطة فيما يخص الخيار الاخير طبعا الخيارات المهمة هذا الخيار اللي هو اظهار علامات الفقرات شنو يعني اظهار علامات الفقرات اضيف مثلا راند ر اي ان دي اضيف هذا النص الافتراضي وعندي هنا مثلا اضغط انتر طبعا الانتر رح تنزل لي سطر اجي هنا هم اضغط انتر هسا اني ما اعرف انه هالي هنا ضغط انتر لو ما ضغط انتر هل انه هذا الفراغ هو فراغ كبير يعني تباعد اسطر كبيرة ام انه انتر زيانيش اساوي بهش حالة اضغط على هذا الخيار عفوان هذا الخيار رح ينبهني انه هنا انا ضغط انتر وهنا انا ضغط انتر وهنا ضغط انتر وهنا ضغط انتر مثل ما تلاحظون انه هذا النص سليم وهذا النص خاطئ ما يصير اضغط انتر بين فقرة وفقرة اذا كان الفقرات مترابطة او مترابطة بالمعنى فيفضل انه اضغط على هذا الخيار حتى اعرف انه وين الفقرات اللي انا دايس بها انتر واضغط على باقي سبيس حتى اصعد الى الاعلى طبعا نقلنا ان شاء الله رح نشرح الفرق بين باقس بيس طبعا هنا ايضا بغطين انتر يفضل ان نضغط باقس بيس حتى نصعد الى الاعلى يعني هذا الخيار بس مجرد تنويه ينبهني انه انا دايس انتر لو ما دايس انتر او بعض الامور الخاصة بالفقرات فيما يخص الخيار الحدود طبعا هذا الخيار ب هواي امور ان شاء الله بالجداول رح نشرح الجزء الخاصة ببعض الجداول ولكن رح نشرح السجزء الخاصة بالفقرات اللي هو مثلا كافة الحدود اقدر هاي الفقرة اني اضيفها بمحيط اقدر ابطرها هاي الفقرة ابطرها مثل ما تلاحظون احنانا ابطرها واحولها كانما جدول وبعد شنو اقدر اسوي اقدر من خلال هذا الخيار اللي هو التلوين او التضليل اقدر هاي الفقرة انطيها مثلا اللون الازرق وهاي الفقرة انطيها اللون الازرق الفاتح وهذه الفقرة انطيها اللون الازرق الافتح طبعا هاي الامور ان شاء الله رح نستخدمها بالمجلات ورح نشرحها بالتفصيل زيان اقدر الغي هاي الفقرة اقدر الغي هذا التضليل نعم نقدر نلغي التضليل والحدود من خلال نختار بلا حدود هنا نختار بلا حدود احدده واختار بلا حدود زيان اقدر الغي الالوان نعم نقدر نلغي الالوان ممكن نقله بلا لون نختار بلا لون بلا لون طبعا اقدر اسوي عنوين يعني شنو عنوين يعني اقدر هنا اكتب الفقرات او اكتب المحاضرة الرابعة نكتب المحاضرة الرابعة وهذا الجزء اختار له توسيط الى المنتصف واختار له اضيف له كافة الحدود واضيف له لون اسود مثلا مثل ما تلاحظون رح يصير لي عنوان اقدر اهنان اقول مثلا المحاضرة الخامسة المحاضرة الخامسة اقدر انطيها اه كافة الحدود وتضليل اسود وتوسيط مثل ما تلاحظون رح يضل لي اه العناوين وممكن هنا رح يكون المحاضرة السادسة وطبعا نفس الفكرة اقدر نسخ التنسيق احدد هذا الجزء نسخ التنسيق اللي اخذناه بالمحاضرة الثالثة نفس الترتيب نسخ التنسيق واجي الصق على المحاضرة السادسة ومثل ما تلاحظون انه كل محاضرة فرز لي اياها ويعني سوالفة فاصل جميل بين انه هذا الجزء هو خاص بالمحاضرة الرابعة هذا جزء خاص بالمحاضرة الخامسة هذا جزء خاص بالمحاضرة السادسة وطبعا اقدر اغير الالوان هنا ممكن اخلي الالوان ازرق وممكن انطي اللون ابيض يعني لون النص ابيض وهنا ممكن اخلي انه لون التضليل احمر ولون النص ممكن ابيض راح يكون عندي هنا فالتأثير جميل جدا هذا فيما يخص محاضرة اليوم تبقى التطبيق تطبيق اليوم كل شخص يكتب اسمه ثلاثي مثلا انا راح اكتبها عبدالستار جبار ويكون المحاضرة النص الى الوسط محاضرة النص الى الوسط يكون لون التضليل احمر ويكون كافة الحدود يكون لون التضليل احمر ويكون كافة الحدود طبعا لما اضغط انتر راح تنزلي هذه الفقرة راح ينزلي اللون الى الاسفل حتى الغي هذا التأثير اللي ينزلي بالاسفل اختار مسح التنسيق مسح التنسيق مثل ما اخذناه ويمسح لي التنسيق اعيد انا بعد ما كتبت اسمي ضغطت انتر راح ينزلي التنسيق الى الاسفل اضغط اكليك هنا بالاسفل واختار مسح التنسيق واكتب ايضا اسمي الثلاثي مثلا بها انتر عبدالستار انتر جبار واريد يكون ثلاثة الاسماء ثلاثة الاسماء ثلاثة الاسماء يكون بتنقيط بزخرفة معينة طبعا هاي الزخرفة منين نجيبها من الجوجل اي زخرفة تعجبنا نختارها نحملها ونضيفها اي صورة المهم انا اريد هذه النقاط بيهن زخرفة يعني ما اريد تنقيط عادي يعني ما اريد هي تنقيط يعني هي تنقيط بزخرفة هذه الزخرفة انت تختاروها بصورة اي صورة اخرى هذا فيما يخص تطبيق المحاضرة الرابعة نختم المحاضرة ان شاء الله ونلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى